اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أهمية تعزيز أسس التعاون المثمر بين مملكة البحرين واليابان بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين لا سيما فيما يخص قطاع الفضاء لما له من إسهامات مؤثرة في بناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار جاء ذلك لدى زيارته بحضور سعادة السيدة نور بنت علي لخليف وزيرة التنمية المستدامة للوكالة اليابانية لاستكشاف الفضاء جاكسا والتي تعمل على دراسة وتطوير المشاريع الرئيسية لاستكشاف الفضاء على الصعيدين الياباني والعالمي وذلك على همش زيارة رسمية التي يقوم بها وفد مملكة البحرين الاقتصادي إلى اليابان وخلال الزيارة استمع سعادة الوزير والوفد المرافق لشرح مفصل حول آليات عمل الوكالة التي تعد واحدة من أهم الوكالات العالمية التي تعمل في مجال استكشاف الفضاء وتطوير تكنولوجيات الفضاء وإطلاق الأقمار الصناعية واستكشاف القمر والكويكبات ومراقبة المناخ على الأرض وحمايته والعديد من المهام التي تهم علوم الفضاء ترجمة نانسي قنقر